موسيقى موسيقى أنه احنا منعرف في العهد الجديد منقرأ أنه الرب هو إله محبي إله نعمة إله خلاص إله افتقاد إله عم بيمشي بين الناس بيصنع خير بيشف المرضى يقيم الموتى يعني هذا كل ما نعرفه في العهد الجديد لكن هل ما يشير أي شيء للنعمة للرحمة للمحبة في العهد القديم يا ده لا فرق بالمرة بين العهد القديم والعهد الجديد يعطينا أمثل يعني الأنبياء لما عملوا معجزات عملوها باسم مين باسم الرب بقوة مين بقوة الرب هو لما يجي عليشع يقيم ابن المرأة الشنمية عمل ده بقوة مين لما يجي إليه يقيم ابن أرمالة صرفة بيعمل إيه لما مثلا أليشع يصنع المعجزة والست الأرمالة تلاقي تملى الأوعية زيت وتسدد الدين وتعيش كل أيام عمرها مين اللي صنع ده يعني كل العهد القديم كله بل ده أنا بقول محبة للكل لما يجي الرب يقول لي يونان يقول له يا يونان قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة نينوى ويقول له اروح ويقول للناس تتوب وترجع شايف المحبة وبعدين المهم يونان أنا مرة أقول النبي الوحيد الحزن بنجاح خدمته يعني الخدمة نجحت والناس تابوا ورجعوا لكن هو راجح حزين وقعد والرب يطلع له اليقطينة وعن بعاتب الرب يعني لأنه أنا عارف أنك إله رحيم أيوة مش كده وبعدين اليقطينة نشفت والرب يقول له أنت أشفقت على اليقطينة يعني أنا عايز كل مشاهدي يفكر في الكلمات دي ويقول مين هو الله بتاع العهد القديم أنت أشفقت على اليقطينة اللي بنت يوم طلعت وبنت يوم ماتت أفلا يشفق الله على نينوى المدينة العظيمة اللي فيها أكتر من إثنى عشر ربها طب نينوى دي مين بالنسبة للرب ده قلوي وبهائم كثيرة اللي يقرى يونان على طول هيلاقي النص كده يعني كأن الرب إله شفقة ولا لا